تغريدة الصدر كشفت النواية الحقيقية أنتم مقاومة أم دولة أم الاثنين معا إذا تقولون مقاومة اسمحي لي من يقصف الفصائل المقاومة الإسلامية في العراق منو ما تقدرين تقولين من تعرفين ليش لأن هي ضوابية موجودة بالموضوع أنت تعرف يعني أنا أعرف أنا أما أعرف بس أنا أعرف التيار الصدري من قاتل قاتل واضح قاتل في مقبرة النجف وقاتل في مدينة الصدر وقاتل بالنجف وقاتل بكثير من المناطق قاتل واضح بيانات يمكن أصدرتها حركة المقاومة الإسلامية في العراق هي شيء سمية البيان الوحيد اللي هي حركة النجباء حركة النجباء ضمن المقاومة محمروا بالمقاومة لو لا أنت لو تتحدثون باسم المقاومة وطلعون شخص يتحدث باسم المقاومة أم تعيشون الشعب العراقي بهذه الضبابية فقط فقط ميسي لا 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 ما قال ريفكم الكريم لا 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 krit Mechaniz يتحدث بياسماي ام باسم الفيديو أني اتحدث بياسمايا يجمع بارطبي سيكيب هذا شتم چلدي نا ما موس تلاف حتى اصتيرك على 있�iyoruz رأيي رأيي أول شيء ما شتم تاني لا هذا وصف معي عندك خلط بالمفردات راجع قاموس اللغة العربية دكتور أولا لا الدعاء بلا دليل حتى لا ينسب المشكلة بالإعلام الآن كل من يخرج يقول الآن هو طبعا ملتصق يدعي تمثيل التيار الصدري منه قال أنا أنا محلة إلا ما تقوله أنت لا يمثل التيار الصدري ولا يمثل السيد مقتدر صدري يمثلك أنت فحتى اللي ما تقوله يرد عليك أنت فليس سيد مقتدر يقول الآن يدعي لا 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 مقا هاي أنت ذا تقول يالله كم